اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المولى عز وجل في الآية الرابعة والأربعين من سورة المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون وقد بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه بعد إرساله نوحا عليه السلام أرسل رسله تترا أي متواترين واحدا بعد واحد وأنه كلما أرسل رسولا إلى أمة كذبوه فأهلكهم وأتبع بعضهم بعضا في الإهلاك بسبب تكذيب الرسل وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة منها قوله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقوله أيضا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقوله أيضا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون والآيات بمثل هذا المعنى كثيرة جدا وقد بيّنت آية في كتاب الله عز وجل استثناء أمة واحدة من هذه الأمم من هذا الإهلاك فما هي هذه الآية الكريمة ومن هي الأمنة المقبلة نادي الإقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز ترجمة نانسي قنقر